بل حتى حضارة من يسمون أنفسهم مسلمين من قال أنها أيضاً شرٌّ مطلق؟ المشكلة عندنا ما هي؟ أنهم يسلِّطون الأضواء على الصفحات السوداء لتأريخ المسلمين حكومات وشعوب، قبائل وإلى ما هنالك فيرسمون لك صورة حالك في السواد صورة يقطر منها الدم وهذا صحيح هذا صحيح ولكن من قال أنه ليست هنالك جوانب مشرقة في نفس هذا التاريخ، تاريخ من يسمون أنفسهم مسلمين كانت هنالك جوانب مشرقة يشهد بها حتى الغربيون أنفسهم ويقولون لا مثيل لها لأنه أحياناً تأتي نوبات لبعض المسلمين حكاماً ومحكومين فيقتربون من روح الإسلام يقتربون شيئاً ما من روح الإسلام فتجد أنهم يحفظون الدماء ويحفظون السلام ويحفظون الحرية ويمنحون حياةً كريمةً وعيشةً هانئةً حتى لمخالفيهم في العقيدة هك شهادةً يشهد بها أحد علماء الغرب ومفكريه الكبار وهو السير توماس أرنولد في كتابه بحثٌ في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية في هذا الكتاب في الصفحة 157 يقول نصًا أما عن حمل الناس على الدخول في الإسلام أو اضطهادهم بأيَّة وسيلةٍ من وسائل الاضطهاد في الأيام الأولى التي أعقبت الفتح العربي يقصد الفتح العربي لأوروبا الأندلس فإننا لا نسمع عن ذلك شيئاً يقول أنا قرأت التاريخ كله التاريخ النصران ما كتبه النصارى أنفسهم أنه هؤلاء الفاتحون المسلمون العراب الذين فتحوا أوروبا ودخلوا الأندلس هل أجبروا أحداً وحملوه على اعتناق الإسلام كرها؟ يقول ما سمعنا شيئاً من ذلك بعد يقول وفي الحق إن سياسة التسامح الديني التي أظهرها هؤلاء الفاتحون نحو الديانة المسيحية على حد تعبيره كان لها أكبر الأثر في تسهيل استيلائهم على هذه البلاد صدِّك؟ هم نفسهم النصارى استقبلوا الفاتحين المسلمين بالورود وسهَّلوا لهم الأمور لماذا؟ لما اعتمدوه من سياسة التسامح الإسلامي أو التسامح الديني يقول وهذه نقطة مهمة يقول على أنه في الأحوال التي كان يعتدي فيها المسيحيون على الدين الإسلامي كانوا يحاكمون أمام قضاتهم وفقاً للقوانين المعمول بها في بلادهم شيء غريب هذا المسلمون جاءوا واستولوا على مقاطعات شاسعة في أوروبا وأقاموا ما يعتبرونه حكماً إسلامياً فيها هاي المقاطعات فيها نصارى طيب لما كان واحد نصراني يسيء للدين الإسلامي ويعتدي عليه يمسُّ هذا الدين هل كان المسلمون آنذاك يأخذونه إلى محاكمهم الشرعية يحاكمونه؟ لا تفيني شون كان يساوون؟ يسلمون هذا المعتدي على الدين الإسلامي للمحاكم النصرانية محاكم نصرانية يقولون أنتوا حاكموا أنتوا حاكموا اعتدى على ديننا أنت شايف تسامح أعظم من هذا؟ تسامح عظيم هذا تحظيمه